بالنسبة لمرونة كوريا الشمالية أعتقد أن الضغوط الأمريكية والصينية لعبت دور ولكن لا يجب أن نتفائل بشكل كبير هذه هي البداية بدون شك كوريا الشمالية في غالب الظن لديها مطالب وشروط محددة ربما إذا وفقت على نزل الأسلحة النووية فهي سوف تشترط كما في السابق إخلاء المنطقة وشبه الجزيرة الكورية من القوات الأمريكية هناك شروط مختلفة أيضا هناك شروط تتعلق برفع العقوبات الاقتصادية إلى أخير ولكن قمة الغد هي خطوة إيجابية نحو على الأقل التهديئة ولكنها هي بداية لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج المقبلة لأن هذه المحادثات في غالب الظن سوف تفتح الأبواب لحوارات أكثر بين الكوريتين في إطار أيضا لابد أن لا ننسى اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي ولكن هذه المبحثات في رأي كلها سواء بين الكوريتين أو مع الولايات المتحدة ستكون صعبة ومعقدة نعم سبقت القمة التي ستعقد في الغد أيضا زيارة لرئيس المخابرات الأمريكية لبيونج يانج ولقاءات هناك ما الدور الذي يمكن أن تكون تلعب الولايات المتحدة في هذه اللحظة بدون شك الولايات المتحدة ربما لديها دورا كبيرا في تقارب الكوريتين وأيضا لديها دور في إبعاد الكوريتين عن بعضهم البعض ولكن هناك كما أسلافت هناك شروط أيضا للولايات المتحدة الولايات المتحدة ترغب في تفكيك البرنامج النووي والساروخي لكوريا الشمالية ما قام به زعيم كوريا الشمالية هو فقط تجميد البرنامج النووي وبرنامج السواريخ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومعهما اليابان أيضا يرغبان في نزع السلاح الكيماوي من كوريا الشمالية وتفكيك هذا البرنامج ولكن تفكيك هذا البرنامج لن يكون بسهولة ولابد من التذكير بمباحثات واتفاقيات عام 2005 هناك من يتحدث أن ما يحدث ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة هي سياسة النفس الطويل هناك معاناة اقتصادية كبيرة لكوريا الشمالية تريد مقابل التنازل عن هذه الأسلحة معاناة اقتصادية أو خدمات اقتصادية كثيرة جدا في الحقيقة المعاناة الاقتصادية لدى كوريا الشمالية هي منذ زمن طويل بالمناسبة والوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية نتيجة للانغلاق الشديد لهذا البلد بالطبع هناك معاناة وبالطبع يكون هناك مطالب لكوريا الشمالية كما أسلافت برفع العقوبات الاقتصادية عنها وتقديم المعونات اللاذمة وربما الأهم في ذلك الدور الأهم ستقوم به ربما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا لا يجب أن نتغفل دور الصين على ما يبدو أنها لعبت دور غير قليل في تقريب وجهات النظر ولكن أود أن أشير مرة أخرى أن هذه هي بداية لا يجب أن نتفائل كثيرا لا يجب الانتظار لمعرفة ما هي الخطوات القادمة وأعتقد أن اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية سيتوقف عليه الكثير دكتور هاني شادي المتخصص في العلوم السياسية والاقتصادية كنت معنا من موسكو شكرا لك